يا الله دخيلك لا في مكالمة ولا حتى رسالة وكمان ما اجي الصبح لعنتي من شاني بهدلني هذا حرفيان الهدوء ما قبل العاصفة مخبيلي العاصفة لوقت الفطور بده يخليني اندم نحن وعن نفطر طبعا اخ ادم شو عم تساوي شو هي الفجعنة ممكن تترك اكل لغيرها حاجة على المنوال احنرجع زايدين عشرة كيلو راح كل الرجيم عن فاضي والله يا حبيبتي نايا انا حبيت كتير هاي الصلطة وبنصحكم لتجاربوها كمان صباح الخير عم تدوري على حدا صباح الخير بصراحة انا ما عم تدور على حدا بس عم شوف وين بدي قعد مبارح كنت بده كتحاكيني بموضوع ما تواخذني رحت فجأة بس والله ما كنت رايقة شو كنت بدك تقلي ايه كنت بدي اقلك شغلي بدي اقلك انو انا حبيتك ما اغلصك شو هالمزحات ما بتعرف تحكي كلمتان جد ولا تفتح اي حديث جدي عن جد شو كنت بدك تقلي انتي قلتي عم امزح كنت عم بتغلظ مو اكتر يعني مش عم ضحكك عن جد يلي كنت بدي اقلك يا انو انا محظوظ لاني تعرفت عليك ولاني عم بشتغل معه ولو انك مو موجودة صدقيني كنت استقلت من زمان ايه وانا كمان عندي نفس الشعور بس ما رح اكون متوضع بهي القصة لاني عن جد رفي امنيحة اذا مو مصدق روح ازال زينو مين زينو؟ اه زينو رفيقتي بالحارة صحي خليني عرفك عليها كينان تير زريفة البنت واكيد رح تحبها صدق والله يا ريت يسعد لي هالصباح صباحا لا كينان ممكن تحط شوية زيتون ما بعرف علي كيفك موسى ايه صباح الخير صباح النوم وينو مروان مروان بيك قصدي كنت بدي اسأله عن شغله ها البيك راح من مبارح المساء ها جد راه حلوين والله انا ما بعرف هو راحه ما حكالي شي ابدا اه او ديلي الحلو شوها رح اشتق لك كتير والله مو جاي على بالي ارجع اسطنبول ابدا اناكتش يا عجبين يلا حاجة نياتا يلا استعافي يلا ماذي خانوا خلينا نحمل عني بارد اخر كنا راكين راسنا ما كانت طلعة حلوة ومريحة والله انا ما حسيت هيك ابدا بالمناسبة انتي ليش كنتي متدايقة مبارح الحقيقة قصص قديمة ولا يهمك ما بدي اتدخل بالقصص القديمة بس اذا بدك تحكي باسمعي انا راح اطلع بالباص ماشي طيب حجزيلي محل جنبك حجيب مي واجي تمام يا الله يا كينان لك تخيال مروان مبارح طلع من القوتين لاحظ ولا خبر حتى انا ما خبرني وتليفونه مسكر ما بقدر اوصله صراحة انا ما استغربت ابدا هاي حركات مروان تمام بس هالحركات صارت ما بتنحمل الواحد لازم يترك خبار ما بعرف لش هو بيحب يعمل هالحركات هاي ليش راح مثل الهربان ما فهمت بله هالجنان ليش لحط يهرق في حدا لاحقه كارلا هاي لك يا روحي بوس ايدك لبقت فكري هيك الله يوفقه كتير عم تكبري هادا الموضوع مروان بيحب الغمور انت هيك قولت طبعا هيك قولتي بعد شوي بتحكي واكيد حيفتح تليفونه يلا اضحكي لشوف اي منيحة القليلة في واحد فينا عم يضحك شفتك قبل شوي انت واسراء المي ما خرج تمرق بيناتكن وعم تضحك واخر انسجام انا واسراء علاقتنا ممتازة ما بتتخيلي الصبحة عطرفت الله بيحبي كيف؟ هاي فكرت النكتة صارت تضحك حكينا قديش نحنا رفقات الزراف مع بعض وهيك يعني ما فهمت كيف يعني علاقتكن صداءة؟ بصراحة انا ما كان بدي يصير هيك بس رح حلا رح يمشي الحال يعني انا حقا اتجاوز حاجة الصداءة هات والله بدك تنتبه يا اخي هاي قصة الصداءة خطيرة كتير وقد بدك تدخل فيها صعب كتير تهرب هاي انا حزرتك كارلا حبيبتي انتلاتك لهم انا عندي تجارب المنطقة الوحيدة اللي رح ادخله هي قلب اسراء شو ما بقدر رح اعمل لحتى اوصل لقلب الهلب يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاختارات لتكون اول من يشاهدها